أصبنا الخطر عليه لازم يلعب مع أصبنا ليش لحط علىك محله ليش لأنه هادي ويت لأنه واحد ليش لأنه هذا صح عندك هذا واحد عنده الحزام والثاني عنده الحزام نؤقت لازم توحده خلصنا لازم توحده بهاي أنا أتفع معك وعن بلعب ويمين شمال إذا واحد لحزمين بعدين أحكي أنا بهاي أتفع معك يا مساء الورد والإسمين عليكم يا شباب ويا صبايا أنا طارق وهذا أيمن وبنحب نرحب فيكم بالحلقة 211 من هوش أمامي حلقة اليوم زي كل حلقاتنا برعاية ستارس بلاي ستارس بلاي أفخم منصة فيديو ستريمينج في كل الشرق الأوسط أفلام ومسلسلات بالعربي والإنجليزي عندكم جميع أنواع الرياضة كورتر كادم سيري آ الرقبي الكريكت وأهم لكل هذا طبعا عندكم اليو أف سي الأحداث المرقمة وغير المرقمة غير القناة اللي 24 ساعة في اليوم ما عليها إلا نزالات اليو أف سي فإذا حابين تدعموا برنامجنا وتعرفوا إحنا عن شو عم نحكي ضروري تنزلوا تطبيق ستارس بي اليوم وتلتحكوا فيه عشان تحضروا معنا الفايتات واتسعب واتسعب الشيخ بارك يا أباك الحمد لله زمان على الزوم حلقة على زوم بايخة بحب شكلي على زوم بايخة بتحكم أنا بكيب بطلع شكلي أعرف كيب مش المخرج طبعنا حط الفلتر طبع البسة حط الفلتر طبعنا بس صحيح آخي قلبي كيف الأوضاع في جوردن؟ والله ماشي الحاب حبيت حبيت الجواب الدبلو باسي شو دعلك خلص شو دعلك لو حلقة على تمرد بحكي شي ثاني بس لا من لا 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 ما يعني شوف المعاملات هون صعبة كل بحب لا لا دبي صعبة لا لا بصراحة هون الأمور كتير سهلة بالنحية المعاملات بيع شراء تسجيل إلى آخرة آه يزم يا بتكبس كبسعتري فونك يا بيجيك روبوت ما بدلك تتعامل مع بشر لا هو روبوت كمان بس من نوع آخر بشر ومش طائق حاله كمان تزبطش آه خلص أوكي وصلت المعلومة تزبطش حضرت جنابك بترجع يوم 12 الشهر أنا برجع ب12 خمسة 12 خمسة على الإمارات خمسة 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 وسبوع بالزبط وسبوع بالزبط يعني كمان حلقة أو تنتين على زوم كمان حلقة أو تنتين على زوم مزبوط يخي شو ما لزوم عدنا سنة نصف عزوم بايخ ما لقش طعمة بس يا أخي خلص دلعنا هيك يعني كل بودكاست العالم بيعملوا عزوم بايخ كل بودكاست بالعالم عزوم آه بس إحنا استوديو طبعا بيجنن آه بيجنن بس خلص شو ننسوي بسيطة ناس بتسافر تيجي وبتروح شو تعمل لك يا زون وعنى احتمال كتير كبير اني انا اسافر لما انت ترجع آه ممتاز ممتاز يعني حتى بعد ما ارجع برطة ما هشوفك قديش أسبوع آه ممكن آه لسا مش كونفيرمد السفرة بس منشوف والله أحلى خبر بالعالم وروح الستوديو لحالك روح الستوديو لحالي اعمل شو احكمالي اعمل حلقات لحالك مش غلط بعمل يا اخي ليش لو بعمل بعمل وره نص بجيب ضيف بجيب ضيف دردش معان مش غلط ضيف بفهم من أمامين لك تغيير تغيير شوي آه أوكي اعمل من التربش اللي بقعد معاكل اليوم ما باركت لي مبروك على شو مش أعلنوا أننا حكون جزء من الطاقة متبع التعليق آه صح ما شفت الأعلان صراح جزء صغير جزء صغير ما شفت الأعلان بس مبروك اليوم كان أول يوم طلع التعليق بالعربي كانوا محمد الحوسني وانا السيراج منير آه كثرة خير هم الشباب الحلقتين الجايات حيكونوا الحدثين الجايات حيكونوا أنا السيراج و وجبريل واللي بعديها حيبين أخوك ايش حيكون فايت نايت ولا مين إبن فايت نايت ولا النمبر ديبنس كلها أنا أخوك ومحمد حوسني أنا شكرا حسن حسن يعني الناس لا يكتفون بهوشة لديهم يسمع صوتك أيضا على الفاق نعمل كنت ممتاز ممتاز وانت هذا يحب الجلال أنت تدمر؟ نعم هو راحو أ youngsters 혀 شخص يعني أن ترى مدعción إنت الآن 4 أmas و الـ Prelims أيضاً بين إيبنت و الـ Prelims و الـ Early Prelims لا يوجد إيبنت و الـ Prelims التعليق العربي بين إيبنت و الـ Prelims طيب، أقول أربع ساعات و خمس ساعات تخلص يعني تخلص أنت الأحد الصبح فشي تنملك نص ساعة على الستوديو بالضبط ما شاء الله هذه الـ Dedication هذا اسمه التزام تسمع، تحكي ليش على الانتزام، لا بسمحك هذا اسمه التزام تحكيش على التزام شغف للعمل للعمل عبادة بضحك على حالي قاعدة طيب، خلينا نغوص شوي عشان نلحك، ننزل الحلقة هاي فضل، حضرت الإيبنت بدنا نحكي اليوم طبعا في الإيبنت اللي هو حدث المرقم UFC 301 اللي صار في ريو دي جينيرو البرازيل طبعا حضرته شو رأيك بالإيبنت، هات لنسمع تقييمك للإيبنت من واحد لعشرة، شو بتعطيه؟ خمسة خمسة، والله جبتها صح، أنا كنت أحكي خمسة ونص وصل نص هاي يعني هدية، أعتبر خمسة ونص الأشياء اللي صدموني هم اللي خلوني يعني شوي إني أستثمر بالحضر قبل الأسبوعين كنا نحكي هذا بجوز من أسوأ الأحداث المرقمة في تاريخ UFC بعد ما حضرت الإيبنت، لساتك على التقييم هات؟ آه تتذكر فيه إشي من ذكرتك ممكن تطوله يكون حدث مرقم أسوأ من هات كان؟ لا ولا إشي؟ لا، أنت عبي تتكي على، تتكي أنت البطاكة الرئيسية، ما كان فيها ولا واحد مصنف في العشرة الأوائل إلا البطل إلا البطل، آه، إلا البطل يعني صعبك يا رب واحد، أستصيغة آه، 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 حاولت أستصيغة، حاولت أدخل بالجو، إنه، بس لا، لا أعلم بعد ما تنسى كمان إحنا، إحنا هلأ طلعين من UFC 300 لا، طاري UFC 300، خلص، راح زمان راح زمان، UFC 300، إحنا هنظلنا عايشين في هذه اللحظة راح زمان يا طاري لحظة غيتشي و هولوي، لحظة فريرا وهل، هاي حظلها معاك كمان شهر هترجع تقارن كل إشي بـ UFC 300 بدكاش تحكي إلا عن UFC 300 لا، أنا مستحيل أقارن أي إشي بـ UFC 300 بدك بعان عشر سنين لترجع تصير هاي، سبع سنين وكل سبع سنين وصلوا أربية، صح؟ آه، تقريبا سبع سنين، كمان سبع سنين هابا قارن أما هلأ لا بس 300 واحد كانت دعبانة احكي إلا عنه، كفتل حظة النزال الرئيسي النزال الرئيسي بين فانتوجا و إيرسيق إيرسيق طلولي إياه، ما كانش مصنف بالتوب تن حتى أربع نزالات، أربع نزالات في الـ UFC هذا كان الرابع هذا الرابع كان له في الـ UFC بيّن، قلت الخبرة عنده بآخر الجولة الكامسين بس سمعت الإحصائية اللي حكولك إياها عن اللي لعب وعلى الألقاب قبل بيكون عندهم أربع نزالات، مين هم؟ وشو صار معهم؟ يعني أنا من ما أطلع لك أنا هلأ، يعني بيريرا ألكس بيريرا هاي واحد وعندك كمان أندرسون سلبا صح؟ في كمان اتنين عندك أندرسون سلبا وهذا أرسق هلا، ومين كمان؟ بروك لازنر با بروك لازنر صح بروك بسيت عنه كلية نظر وفي كمان وحدة وفي ييري بروهاسكا كمان لا ييري كان لاعب أكتر من أربعة لا، ما كان لاعب أكتر من أربعة لما لعب اللقب؟ لا كان لاعب، لا تشارت كانت سيدة، رقم أربعة كانت سيدة طيب تشارت ييري، ما ذكروا ييري اليوم شو بتعملك ذكروا؟ أنا بعرف، أنا راسي حبيبي أهم إن هذا بذكر لك قاعد ما ذكروا تتفزلكش، مع مين اللعب هو على اللقب لا ياخدوا اللقب؟ أخد اللقب منغلوفر صح؟ أخد اللقب من منغلوفر يا تعيس شو عم تفكر؟ قبليها نزالين كانت قبليها مع دومينيك ريس ووزدمير صح معك ها كل واحد لعب على اللقب، عنده ثلاث نزالات أو ما أقل فاز وصار بطن إلا أرسك والرابعة اللي ذكروها اليوم كانت أريد أقول هولي هوم؟ لا أكيد مش هولي هوم لا، روندا راوزي سوري أه، لكن كانت فئة، كان أصلاً كل فئة سيدات جديدة فمش محسوبة مش محسوبة أوكي، شو رأيك بالنزال؟ هات لتشوف أنا كنت مرجح أرسك، مش لأي سبب إلا إنو أستراليا من بيرث إن شاء الله، تقييم وحل الرأي أنا حللتها بعمق آخر حلقة فانتوجة كان المفروض يفوز، فانتوجة فاز استغربت إنو استصعبها لهذه الدرجة استغربت إنو نكون دخلين الجولة الخامسة وعم نقول يمكن يمكن لا أنا دخلت الجولة الخامسة قلت كل واحد له راودين اتنين اتنين أنا اتنين اتنين، داخل على الخامسة ولولا إنو ارتكب الغلطة اللي ارتكبها ونزل عضوه ما نزل تيكداون دو البنتوجة بالرجولة الخامسة يعني أكبر غلطة ممكن يعملها أعرفش إذا كانت إرحاق أو تعب أو إشي بس شو عم تفكر؟ جولة الخامسة، كل إشي تبيننا بالأول الجولات أول أربعة جولات إنو ما تكون عالواقف إنت عم تفوز أه لما ما تقرب عليه كتير وماسك الدستنس عم تفوز الجاب بجلن تبعه كان أه شو اللي خلاك تنسى تيكداون ضد واحد زي بنتوجة؟ شو عم تفكر؟ زكرني بكون المكرجر لما حاول ينزلني دياز بنتوجة كم تيكداون ستجعل عليه؟ سبعمائة ألف، ما بعرف بنتوجة كانوا تيكداون عنده زي، يعني أون ديماند أكثر تسعة أظن نزل، نزل تسعة أظن، أظن تسعة تقدم ستجعل؟ إذا مش غطان أنا مصيبة، مصيبة اللي عملوا آخر جولة، جولة الخامسة هي كانت بس أبدع ما، بصراحة أرسك، شو خسر؟ خسر لأنه شوف هاي فرصة كانت واحدة أخذك الإحصائية، تسعة من تسعتاشر تيكداون أرسك واحدة من ستة نعم نعم بس لا بخسر فيها أيضا لأنه كان هو يعني يدوبك توب تن داخل مش مصنف كان توب تن، كان تن طيب يدوبك نعم، أيضا بك وخسر ما رح يرجع إلعب على لقب عطول ما رح تحكي عنه هلأ هو توب 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 تري هارفش كيف؟ أجته الفرصة وراحت هلأ الفرصة اللي يتروح أكيد لأمير البنزي ومحمد مكايف بالضبط، بس رح يتغلب شوية ده يرجع إلعب على لقب بعده صغير مال، عنده فرصة أكيد أنه فرصة، بس خسر منها هاي، هاي فرصة واحد بمليون أنا صراحة، يعني استبشرت بأذاؤه أنا حكيتها بالآخر حلقة قلت فانتوجة على الورق بجميع الأحوال لازم يفوز أحسن منه في كل شيء، وغير الخبرة مش أحسن منه في السترايكين على برأيي هلأ اتضح لنا أنه لا، اتضح لنا أنه مش أحسن منه بالسترايكين لا، حتى من نحن داخلين عليها، ما قلت أحكي أنه فانتوجة أحسن منه بالسترايكين فانتوجة أحسن منه بالسكرامبلز، وبالديرتي بوكسين ولما بدي يوسخها وهيك، بس سترايكين كلين؟ سترايكين حطهم كتبوكسين ماتش؟ بيور سترايكين؟ لا، سترسك بيأكلوا بيأكلوا انستيل انستيل، والله برافو علي يا زم فانتوجة عم بيحارب أه؟ شو أنت أحبه، كل الفايت عفايتها ما أحبه أكتر بدوش يترك اللقب؟ ليش يترك اللقب، بيطلاله بس هل هو أحسن مقاتل في الفئة؟ أقول لك لا، هلأ، لا لا، أحسن محارب مش أحسن مقاتل البانتوجة، الطريقة اللي بدخل فيها الجولات الإيقاع عنده، يعني التحكم في الإيقاع الصفر، هجوم وبتاعه بيقع له، ما لازم يبلغ، حتى هو بعد، إذا سمعتم شو حكة بعد الفايت، قال لك أنا كتير عم بانضرب ولازم ألاقي حل لهاي الإشي، يعني يحرك راسك، تضركاش داخل زي التوربيدو داي أوليفيرا هيك يا زرام، هيك أوليفيرا مثلا، أه، أم تعمل شفت أوليفيرا بيحرك راسك؟ لا أبدا، صفر، بس هاد الإشي هيتعبوا؟ ما، هيتعبوا، هيتعبوا كتير، هيتعبوا، ما فيك تضلك هيك، يعني هاي إجت عخير، هيلولوا غلطة في الخامسة، ولا أنت خسر عن لقبك؟ بس شوف أمين فاز هللا، ما أضع لغير، أمين بازي هللا مورينو، ولا، ومكايف مكايف، صحيح مكايف بس مين أولى؟ أمير، أظن أمير بازي هللا؟ مكايف مين هيكون أمتع أمير ولا مكايف؟ أمتع من ناحية الفايت ولا من ناحية جمهور وهيك؟ من ناحية الفايت بازي، فايت نفسه؟ آه، أمير بازي، هلطيك فايت أحلى؟ آه، بس من ناحية جمهور وضجة، لا، مكايف إبصر وين يلعبوهم؟ أكيد بش حيل حقوا مانشستر هللا بشهر سبعة، لا أمير هل يرتاح هللا يا زلمي، كنت أوجب؟ آه، هل يرتاح؟ هو قال أنا لعبت هاي، يعني السنة الماضية لعبت مرتين، وهلأ مرة، بدي أريح آه، كبطل بطلع له كبطل بطلع له فحابب أشوف أنا هللا مكايف حابب أشوف مكايف، خطوا مكايف ضد أمير بازي، خلي الفايزي لعبد البطل لا، ما أتوقع يعملوا هاي، كنت أتوقع يحطوا مكايف وبانتوجة، أو بازي وبانتوجة، والمونطور لا، ما فيك تعدم سنة، رح يريح سنة هللا، ما فيك تعدم سنة إذا لعبهم على راقب مؤكد لا حرام تحرقهم الاثنين بلفس الفايت حرام عم بدأ أطلع الإحصائيات بس مين كان بطل أحلى أفضل للفاية؟ بانتوجة ولا مورينو؟ مورينو، 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 مورينو متعة ما حروب ودم وشكل هايك، مورينو، طبعا مورينو، شوف سيكنيفكن سترايكس لبانتوجة مية خمسة وعشرين من مئتين واثنين واربعين إرساق مية وحدة وعش سيكنيفكن سترايكس عند بانتوجة، ضربات المؤثرة كانوا أعلى السيكنيفكن سترايك برسنتج، واحد وخمسين بالمية لبانتوجة، وستيف إرساق، تنين وخمسين بالمية، نفس الشي التوتال سترايكس مية وثلاثة واربعين من ميتين واثنين وستين لبانتوجة، مية تسعة وعشرين من ميتين وثلاثة وثلاثة لأرساق، يعني بالتوتال سترايكس رمى أكتر منه، وبالسيكنيفكن سترايكس رمى أكتر منه، وبالتيكداون ستسعة من التساطاش لبانتوجة، واحد من ستة لستيف إرساق، التاكدون ديفنس تبع بانتوجا 47% تبع ارسق 16 والكنترول تايم تبع بانتوجا 8 دقاية و 15 يعني انت عم تحكي تحكم فيه على الارض تقريبا جولتين جولتين الى دقيقة 45 بس بنفس الوقت كانت قريبة اللي بتطلع عليها كانت قريبة المهم خلي الوطن يريح هلأ خلينا نشوف اميل بازي خلينا نشوف مكايف شو بتو يسوي هلأ في مانيلكا انا برضو متحمس عليه اذا جاب وزن طبعا ارشك اللي عم بتغلب بتغلب و هدول هنا يا أخوي شو صارب أسكر أسكولوف أسكر أسكولوف شو صار فيه بطل نشوفه اعتزل ايش صار ترك مش ترك ال UFC ما بتذكر ايش ترك ترك اعتزل فصلوه أزيزي ترك ال UFC بعض من خسر من كايكارة فرانس و راح على ACA عنده فايت واحدة ACA قبل شي سمس شهور ست شهور اوكي تعالي على قبلها هاي انا ما توقعتها جوزي ألدو ضد جوناثان مارتينز ما توقعت ما توقعت ما توقعت جوزي ألدو يزم وين عايش انت بالمريخ ايمينوف صار عمره سبعة وثلاثين غايب صلوا فترة عم بلعبه لأكامير رجال اعتزل آخر نزال في العقد تبعه استنرارية صفر طب اسمع اسمع خليني اعقدم استنش آخر أربع نزالات له في ال UFC فاز عمالون فيرا اللي هلأ لعب على المطورة فاز على بيدرو مونيوز توب فايف وفاز على روم فونت وخسر خسارة واحدة بآخر فايت له اللي هي بشار ثمانية فين ثانوان عشرين ضد ميراد غالج فيلي اللي هو عم بحكوا عنه هلأ حيكون الملك تبع الدفجن هاي وخسر مش لا نوكاوت ولا سممشن ولا اشي خسر الدسجن آه كيف يعني يرجع بعد سنة ونص وتحكي انه آه كنت متوقع انه يخسر كيف يعني ضد 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 مارتينيس مارتينيس كان عم بخلص ناس لج كيكس ايمن ست نزالات على التوالي آه فقارق العمر تحكي واحد اصغر منه بسبع ثماني سنين آه اصغر منه بسبع سنين خلص ايدريان يانيز لج كيك شطب مين عدور مين عدور صحيح بكراحه كان بس شطبه كابس ونصر خلصوا لج كيك آه قديش ستة سبعة على التوالي باليو افسي ولا خسارة اصغر منه آه لعبه كتير شرس انا ما بحب بالغيبة مين مين ملك الليككس تعاليو افسي بس قديش هو بعد عنهم اخر فترة وهلا اراد لعب ملاكمة راح عنده ثلاث نزلات ملاكمة ثلاث فايتانيز ملاكمة كلهم فاز فيهم فانا قلت اذا كان في حياته حيرجع يفكر باللكك سيكون نسيها اصلا مان انت بتحكي على واحد انت بتحكي عنه كان القوت لا مع توب فايف توب تن ضد مارتينز ما لعب مع حدا بالمستوى لا يانيز يانيز مش بمستوى عالدو بس يانيز بتحكي انت على يعني كريدنشلد فايتر ويانيز يانيز مش وصحة انا ما كان عندي اي شك اي شك انه جوزي عالدو حيفوز بعد غيبة طويلة ما ما حبيتها بس وهلأ انا يمكن شوف لانه كان اخر فايت الو على على عقده وهلأ فاز فإلا ما يرجع هلأ يقولهم لا انا بدي بدي افاوض على عقد جديد غريب هو هو رجع يلعب على اللي ما بيعرف جوزي عالدو تقاعد باخر فايت حكي انا خلص خلصت وشكله لما طلع حاول يعمل شغلات تانية يلعب منظمات تانية يتسلى شوي يطلع شوية فلوس وتغلب لانه ضايل عنده فايت واحد في عقده مع اليو افسي هلأ اللي بتقاعد فيه يتقاعد عادي اذا ما بده ولكن اذا في فايت متبقي على عقد تبعك وانت بتقاعد ما فيك تلعب منظمات تانية ما مين فلو بدك ترجع بدك تكمل الفايت باليو افسي على عقدك بعدين تطلع وهو رجع بس ليكمل الفايت تبعه وكمل عقده انا استغربت بعد ما فاز طلعوا المايكروفون وحكى انا بدي احكي مع هونتر ودي احكي مع دينا ودي اشوف ودي اقاتل ودي ارجع والله بيعلم بيجوز ارجع اقاتل على اللقب انا هاي انتسى عقد فيها انا قلت جاي حردان بده يخلص هالفايت الواحد المتبقي على عقده ويخلص منها المنظمة ويطلع يحكي له مع السلام يضرب سلام لا مان جابوه عشان ينقذ البطاقة اصلا لا بس جابوه عشان حردان ما كانش لعبها لا مان هو بده يخلص اخر الفايت له بايا عمله كمشة مصالي حلوة ايمنوف ما لاب با عرف بس هو كان حاكم بده يخلص اخر فايت بالعقد تبعي عشان فيه شغلات تانية بده اعملها هلا بده يرجع يفاوض مع ال UFC ليش هلا غير رأيه بعد ما فاز شكله بعد ما فاز فالفوز هون مصيبة لانه حبل اللي شيفكر حاله انه بقدر يرجع يلعب خليه يرجع يلعب شو هالك انا ما عجبك اللي شفت اليوم يعني سوري اكيد لا ما شو هيعمل جوزي ألدو سوري بالفئة وين حيروح عند ميراب ولا عند ملعب مع ميراب وكانت وخسر كانت قريبة وخسر ولا أمالي ولا بيتريان ما جوزي ألدو صار عمر 37 سنة ايمن ما سوري سوري جوزي ألدو قبل ما يلعب مع كونر لو حطيته مارتينيز مع مارتينيز شو كان صار فيه لمارتينيز كان مات كان مات كان طلعه شو اسمه على المستشفى رأسا هذا ألدو سوري أنت برأيك لو حطيت ألدو هلا مع شون ما حتكون كومبتتف أو متقاربة لا أبدا 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 أنت على فكرة عندك شغلي مع العمر زي كأنه بدرب فيوز عندك لما يصير هذا الرقم أنا اللي شفته كتير حبيته اليوم عيمن مالك انت نسيت شو كان صار فيه لألدو قبل آخر ثلاث انتصارات قبل ما يطلع من الـ UFC قبل ما يخسر من مراب ثلاث انتصارات ما كان خسران من بيتر يان ومن مارل مورايس ومن أليكزاندر فولكنوفسكي شو مورايس كانت سبلت حبيبي أول شي كانت وكان أليكزاندر فولكنوفسكي شو يعني من القوت ماكس هولوي مارتين ما أنت ترجعلي في 2016 خسراته كثرة أيمن سامل سامل عم تسميها بعرف والله بعرف والله بعرف أنه ما خسر من أي حدا بكنش طب 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 بس خسر وبعدين هدول اللي عم تحكي عنه 145 هو نزغ 135 بعد هاي ما تنسى ما عم بالشأ أني ذكرت لك أسامة 145 عم بذكر لك عم بذكر لك الحيوانات اللي معاه في 135 مين في حيوانات 135 ولا شي شونو مالي مراب الحمد لله طلع من هناك الجمين مين كمان عندك لو حتى جوزي ألدو حتى لو هو مش بالبيك طبعه حتى لو مش نفس الألدو نعرف من قبل 5 سنين 8 سنين لساته رح يكون لأنه من عظم المقاتلين في تاريخ الفيوانات رح يكون competitive ورح يطلع بإيده وتذكره وهي لاحظة ما بدي أشوفه يرجع ما بدي أشوفه يرجع طيب خليه معنات يرد عليك يبعط له اليوم تكس تقول له أمار فضل أمار حطه أمار حطه أمار أمار شوف إحنا دائما إحنا دائما بكون عندنا هاي النوستالجا ولا أنا أنا طول عمره أنا لحد اليوم عم بحكيه لا نوستالجا ولا إشي أنا على اليوم لو أنت ما بتعرف بين هو جوزي ألدو وما بتعرف ديش عمره ما بتحكي هذا المقاتل مخيف أنا حسيت أنا حسيت أنه مورتينيز كتير الرهبة وحتى من الحكة تبع الكورنر تبعه الرهبة أخذته كيف أيام أول مرة لعب جي أس بي مع مات هيوز حكاها بعد الفايت قال لك كمان أنا كنت هذا أنا الآيدل تبعي هذا اللي أنا كنت القدوة تعتي كتير كنت معطي احترامه لما نرجع لعب معه لعب معه مرة تانية مزعه نصين أنا كمان شفت أداء مرتينيز مش زي ما كان يعني أوكي ألدو أداءه كان كتير أحسن مما أنا كنت متوقع بس برضو مرتينيز أداءه كان كتير أقل مما أنا كنت متوقع كنت متوقع أنه ما يعطي ألدو هل أدي احترام في الحلبة اللي كانت عم بتصيب كمل لما كان عم بتقدم كنت عم تلمسه ليش تتراجع ما عجبني أداء مرتينيز كمان وخلص شو هتعمل هترجع تصير هترجع تصير بطل بهذا العمر طب عمرها ما صارت أنت حتكون الأول صعب أنا أنا ما عندي أي مانا أرجع أشوف جوزي ألدو أي مانا أبل بس ما ما بحب أشوف الأزى ما رح تأزى بعد شفت اليوم ما رح تأزى يخسر حتى خساطه ميراب يعني يخسر بس كل يخسر من ميراب ميراب ميشين أصلاً ما رح ما رح تقول عندي أي مشكلة إنه لو دير أوكي أوكي ارجع لي هلأ خلصت من هالفايت ارجع لي هالفايت لقبليها لو سويت هايلة يا الله يا الله لو إني بس هايلة لو إني بس بعطت لك أنت ويوسف السكرين شوت لا كلمة صوتك ما أسمعه ما كنت موجود وما أعطيت رأيي تيجي هلأ تضرب لي بالبندل وتقول لي لو كان معاي باللور السحرية تبعتي ولو خبطت جهجتين ببعض ورميت حجر على الأرض وطشرت دمهم والخزعبلات والبلاك ماجيك تبعك هذا كله مش وقته صوتك ما أسمعه محدش كان متوقع أنثني سميت ثيفوز أوكي تعرف أنه أنت بترينو كان 550 وصل 600 وصل 600 وهذا كان بلس 400 وهاي هذا الانتصار لأنثني سميث أسوأ إشي صار له في مسيرته أنت بلست تتفنزف كتير هلا سدقني هذا أسوأ إشي صار له وبلشت هلا أنت تتفزلك اللي يقول لي لاش أسوأ إشي وبيصلي لأنه هيجي هسدق حاله بطلع له سوري لا بطلع له سوري لا لا بطلع له سوري ما بطلع له ما الخطأ اللي ارتكبه بيترينو بالضبط الخطأ اللي ارتكبه بيترينو أي واحد عنده أي نوع من أنواع الخبرة حيخليك تدفع ثمن باهض على هيك خطأ بالضبط ما عادتك خبرة من مية من مية أكيد هيعرف يستثمر بايك خطأ بس ما ما ترجع تفكر حالك أنه أنه أنت حتمافس في المتين وخمسة هذا اللي هاي من زمان راحت عليك لا بس بس مشكلة أنتني سميت سواء خسر أو فاز رح يضلوا بالتفكير هاي اللي مصيبة ليش أنا عم بحكي اللي عم بحكي ما تخفش عليه حتى لو خسرها هاي بطلع له في طريقة بيعجن لك إياها وقول لك لا أنا هذا كان رصدي أنا هذا كان رصدي ليش هاي أسوأ إشي يصن له لأنه مش أسوأ إشي لا حتى لو خسر برده ومصدح عليه ما تخاف عليه أنتني سميت خفش عليه أنتني سميت أنتني سميت لو أكل كي أوب أول ثاني ثاني بلاقي طريقة يعجن لك ياه يقول لك لا ما صار هيك وصار هيك وكنت ماكن ملوخين ما رح بالليل وصار بطني واجعني وأنا أحسن واحد في العالم كل مرة فإيش ما فهذا خسر مش فارقة صدمني بس هاي هي الخبرة يا أصحابي هاي هي الخبرة واحد زي فيتور بيترينيو ييجي ولا عمره خسر فايت بحياته 11 صفر كان سجله سجله نظيف وفايز على تايسن بيدرو و باعدوا لبيدرو هاي باعدوا لبيدرو وفايز على مودستس بوكاستس بوكاسكاس هذا كيف تحكي اسم بوكاسكاس مودستس بوكاسكاس بوكاسكاس هاي بوكاسكاس ومارشين برشينو وانتون وانتون توركالي عنده مان بس واحد عنده خبرة اكتر من 55 فايت عنده رح يفوص عليك مين ما تكون لعد اي غلطة صغيرة اي نكشة صغيرة رح تخسر هاي هي الخبرة هاي هي الخبرة والمشكلة اسمع اقول لك شغلة بتضحك وين المشكلة يا اخي قبل مبارح او قبل هادا الامنت كنا كلنا عم نحكي كيف الجيوتينز بطلوا يزبطوا بالامامين اه انه داستن بوريا بكافي تتهبل بالجيوتين وابصر مين هدي كل يوم حوار الجيوتين والكس بيرير بيجرب الجيوتينز الجيوتينز بطلت تثبط وعا هذا الليفل مع تطور اللعبة كل حدا عم بيحكي فيها افتح ايا بودكاست جيوتينز انسو الجيوتينز انسو الجيوتينز وعا المين كارد هذا تخليستين جيوتين ما ان المشكلة ايمن انت لما 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 تعمل شيوت للدبل لك تاك راسك لازم يكون لجوه ما بصير تحط راسك برا جنب خصره لخصمك انت هون عم تعطيه رأبتك حلو عملت الغلطة كلنا عملناها اتكمله وتحمله وتنزله على الارض وهو ماسك رأبتك من انت حمار يعني اسمع هاي لف الجيوتين على الواقع ما بتكمل التاك دام تضغطه على القفص وبتحارب اليدين وبتطلع حالك منها بس ما نمسكه ورمى راسه على الارض معايا يعني عم بتطلع عليه ولك انت شو عم بتعمل ما انا ابني مستحيل يعملها هاي الحركة ابني عمر 18 سنة مستحيل يعملها هاي الحركة هي نوز بر بفهم بكتر من هيك هو فكر انه لو طجه على الارض بيقوة هو طجه بيقوة هو ما كان عامل اي حساب لانثني سميث كان مش شايف اصلا وهذا الخطأ المصيبة هلا انه انثني سميث هيبلش يصدق حاله مم صدق حاله ما تقول لك ما تخاف انثني سميث مصدق حاله بس صراحة ترفعه الخبعة ما هذا لازم يعتزل ايما ما فيك بعد ما يفوش تحكي لازم يعتزل ما شو كان حكيت لو خسر طيب انا صلي اربع سنين عم بحكي لازم يعتزل فاز خسر مش فعلا معا بس ما فيك تضلق عن نفس الموال بعد ما فاز لا لا مش حغية ليش مش هتبايل لانه عشان هاي زلطت معاك هذا ما بمحيلك ماضيك الاسود خسر اخ قبليها من خرير راون تري قبليها فاز على راين سبان وقبليها خسران وقبليها خسران وقبليها خسران من غلوفر ومن انكلايف ومن جوني ووكر ومن راكش ايش من غلوفر ايش من غلوفر خسر من ومن جوني ووكر عم ترجع لي 2020 انت يا اخي بلاش احكيتها اخر حلقة احنا من امتى عم نحكي بدنا يا يعتزل بأعرف بس اسمع من امتى طلع اخر عشرة فايتس احنا من امتى انا وياك انا وياك من امتى عم نحكي لازم يعتزل بس بس عم يعتزل بس ما ما تذكر من امتى يا زرامان من بعد فايتس مع غلوفر تشيرا لما هررلو سنانو عب 2020 2020 رجع بعديها واكل كتلي من راكتش فاز على كلارك وكروتو سبان طيب 3 و 4 اكل كتلي من انكلايف واكل كتلي من جلو ووكر واكل كتلي من خليل راونتري وفاز على راين سبان وفاز على جيمي كروتو وفاز على ديفن كلاك وفاز على راين سبان هاي المرة اخر مرة فاز عليه اول مرة لعب معه شو عمل فيه فاهم عليك يا اخي فاهم عليك بس طلع الفئة طارق اول مرة لعب معه خلصوا بالله عليك طلع الفئة طارق مين بدك اه طلع الفئة بطلك بطلك بريرا فضل اروح اه طلع الفئة فئة تعبانة تعبانة جدا حطوا حارس عمارة عادي كمان سنة سنتين ما في مشكلة هو الحارس هو الحارس بالصبت خليه حارس تبين لنا انه هو حارس عنده خدرات وحارس بواب مظبوط اه حارس جدير بمنصبه بالضبط هل لي حارس خلص بس يا اخي ما بصير البني ادم ياكل هل قد ضرب شوف انا دايما منظوري شوي غير عن منظوري كتير من الناس المعلقين ومن المحللين انا يمكن شوي قلبي على صحة المقاتلين اكتر وانت شو ممكن يكون منظر حياتك مستقبليا وانت كيف شو حتكون المستوى صحتك لما انت جاي تتعامل مع ولادك واهلك والجمهور وحياتك اليومية من يوم ليوم في المستقبل فوق الخمسين فايت في الام ام اي خسارات اشنع منها ما شفت ضرب كتير لما يكون انت ما عندك ولا فرصة تانية بفهمها حكيتها اخر حلقة بس انثني سميث عنده فرص كتير عنده بودكاست كتير منيحة مع مايكل بيسبي انا هاي معاك فيه عنده برنامج تعليق يعرف يحكي يعرف يحلل معاك معاك في حياتك ما حيترجع تصير بطل شوف لو لو اجل يعتزل عنده الشغلات بس اذا هو بالجاهز يعتزل ما تخليه يعتزل يا اخي ايه يوم اثبتنا هو حارس جدير خلص خليه ينبسط به الفوز ينبسط هلا بيجيبوله ابصر مين هلا بيجيبوله ازمات بالضبط هلا بيجيبوله ازمات او بيجيبوله جمال هل او بيجيبوله اوكي بعدين عندك راكتش بعدين كريلوف رقم ستة شو كريلوف رقم ستة نكيتا كريلوف تعماني الفئة هايما بدنا ان ازمات يجي وين هو ازمات ازمنا اه صلنا فترة غايبة يلا يا ازمات وزاقانوف بدها كاركة با طيب تعال يا عرفات اللي قبليها بيشيل بيريرا ضد ايهور بوتييريا اسقطه بداية الجولة الاولى وبدل ما يدخل في القار تبعه عمل كفزة بهلاوانية باك فليب ونزل عليه بنورث ساث بزيشن ما قرأت بيشيل فيها انا شفت الاجر انا شفت الاجر خبطت راسه لإيهور باتيريا شوف خبطت راسه ولكن برضه خبطت زي رأبته وكتفه فامتصت هاي معظم القوة تاعت الضربة وما صار معا نوكاوت منها بصدرها سترايك تو اجراوند ابوننت بحرف بحرف بس انا صراحة اه بس ما كان عندك مشكلة فيها اه ليش 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 اقول لك ليش ما كان عندك مشكلة فيها لا افهم لوش ما عندك مشكلة فيها هي كانت غير مش متعمدة ما كان قصده هو لو الزلمل على الارض بوتييريا ما ضربه وغيرلهم المسير بالحركة المحلوانية ما كان نزلت الاجر على وجه فمش متعمدة ما فيك تاخدها من ما اختلف بس انا معاك هالحركات هذول الهبى الانسان اياهم بس الوانتو كانت حلوة اللي نزلوا فيها اول شي سريعة حلوة قوية والقيوتين كانت حلوة ستاندن قيوتين ستاندن قيوتين اه زي اخي مرة كيف نعظم جون جونز وسيرل جون جونز لا جون جونز لم كانت كان قاعد بس جون جونز كان واقف لا جونز كان واقف سيرل كان قاعد اخر واحدة بتذكر احلى ستاندن قيوتين بشوفها في التاريخ كانت جون جونز ضد معمين كانت اه بتذكر الاسم اللي نيم ووقع بعديها واا ما شوش كليل براف اللي براف المهم أنه بيريرا عم بيعمل كتير أحسن بالمية خمسة وثمانين إما كان يعمل بالميتين وخمسة بمراحل ماشيدا أظن كانت صح ليوتا ماشيدا ليوتا ماشيدا كانت هاي ثلاث صاروا وراء بعض سانتياغو لعب معه على المية وخمسة وثمانين صح فعم بيعمل يعني بيعمل شغل عم بيعمل شغل سوري لعب معه على المية وسبعين هو طلع فئة مش نزل فئة طلع من المية وسبعين للخمسة وثمانين عم بيعمل شغل حلو من بالميدل ويت ما أنا عنده تماني فوز وراء بعض بيريرا عم بيعمل شغل حلو تماني فوز وراء بعض آخر خسارة إلو كانت الليجل ني حق عليه يعني ضد دياغو سانتياغو بالالفين وعشرين معنا وين المشكلة دايش فكرك عم رو ميشيل توريرا ستة وثلاثين خمسة وثلاثين والله تلاتين تلاتين فكرته أكبر من هيك بكثير شكله كبير هو كل حدو فكره أكبر تراتين لسه عنده لسه عنده وقت كتير أنا ما بيحبه ليش سمعنا ليش ليش ما بتحبه آه أنت لك تسأل ليش ما بتحبه طارق بدك بحكي لا عادي ترى ما بيحبه ما بتحبه والله عم بعمل شغل يلا بتطقق في عندي مشكلة شخصية معه طيب أنا عندي مشكلة شخصية معك كايو بوهار كايو بوهايو هاي الوحيد اللي زبطت معاي مشت زي ما أنا كنت حاكي 100% كايو بوهايو ضد بول كريغ بول كريغ بول كريغ بول كريغ اللي هو من أعظم الجيجيزو في المنظمة كلها أو مش جيجيزو فايتر سميها سبميشن سبشيليست أحسن عظيم كلمة أحسن من آه سبميشن سبشيليست صار سترايكر اليوم سبحان الله لا مش بكيفه أيمن طارق مش بكيفه طارق حاول التاكتاون كذا مرة أيمن هو بس حاولت حتى مرتين أيمن مسكوا من من التراي تبعه وشدوا في القارد كان عم بيحاول صار محاولات التاكداون مش هيك بتسويهم لو أنت سبميشن أكسبرت لو أنت شاغلتك الإخضاعات أنت الستاند أب جيم تبعتك لازم تكون مهيئة بشكل أنك اتجهز للتيكداون مش توقف واقفت سترايكر شن لفوق وصدرك بالسماء ونازل شكلك زي واندر بوي تومسن فكر حالك وبعدين توقف سترايكين وتركوا تحاول تاكداون شو عم تسوي انفصام شخصي صار عنده يا زلمي شفت المقابلة تحته مع بيزبينق قبل الفايت لا ما شفته قبل الفايت هو كان بقولك أنا حاها خلصها هاد كيك كي او بقولك هذا الفصام أول وكم من ثاني أول جوني فتكر حاله حاول بولين جارد أكتر من مرة حاول تيكداون أكتر من مرة بس مان في فرق خيال أولات التيكداون كان وزبالة طريق ما بختلف معاك بس حاول وما كان وزبالة ما بختلف معاك بس حاول بس انت الجيم تبعتك لازم واحد يا أخي يحكي لحاله يكون صريح مع حاله يحكي أنا بعمري ما رح أكون سترايكر على هالمستوى فعشان هيك برضو لازم الناس الغيرك تقبلوا انه هن مش هيكونوا جوجيتسو أكسبرت وسبمشين أكسبرت زيك قد ما حاولوا فخوض هاي بين الاعتبار ابني سترايكي جيم بتساعدك لتوصل للإخبار مش لجيب نوكاوت لا لا ماما شوف نكون واضحين وصريحين الـ UFC كانوا جايبين ويخسر وين المشكلة في الموضوع المشكلة في الموضوع إنه الـ UFC حكيتها آخر حلقة طول عمرهم بيجيبوا بول كريغ يخسر هو بيخرب لهم البردامج يعني تتذكر لما أول ما إيجا محمد أنكلايف على الفئة قال لك أنكلايف هذا اللي حيدمر وكان صيط اسم لما إيجا أنكلايف على الـ UFC اسم كبير كان قبل ما ييجي على المنظمة قالوا لك خلص هذا هو راهبة وخوف ودنيا رموله مين قال لك منجيب له بول كريغ بيخلص عليه على السريع بنبني اسمه عليه من في الدقيقة الأربعة وثسعة وخمسين من الجولة الثالثة شمط أنكلايف تريانجل أخضعه حطوه مع جمال هيل برضو نفس الشي قال لك منكبر اسم جمال هيل على حساب بول كريغ كسر له إيده بول كريغ مخرب مظبور فهم دائماً يعني شو تعال بس اسمع اسمع بوهايو ما خسر ولا مرة في الـ UFC بوهايو رهيب ما خسر ولا مرة في الـ UFC وحتى في مسيرته قبل الـ UFC بس خسران مرة واحدة قامت بالـ 2015 يعني ولد صغير أمامي النيردس كلهم مخيفين طرح فريق مش مسحة شوف مين معطينه في مسيرته كريغ عشان تشفع عليه شوي هلأ بوهايو قبليها آلن قبليها أنج أوندري مونيز قبليها جوني ووكر قبليها فولكن أزدمير قبليها نكيتا كريلوف قبليها جمال هيل قبليها شوغن هو قبليها أتي غولوف ألونزو مينيفيلد كينن انجيكواني جيمي كروت ماغوميد أنكلايف خليل راونتري تايسون بيدرو هذا البني آدم نفسي أشوف الـ UFC مرة مرة في حياتهم يعطوه فايت سهلة بكرهوه بس مان لازم ما بعرف غير إشي وكان أحسن بجوز على الملاحة الحلبة برضو كثير صار كبير في العدوان سبعة وثنين سنة صار عمرهين ستة وثلاثين سنة عاما خلص داخل بالسبعة وثلاثين مش ضايل له إشي بس أداء كايوب وهايوب صراحة أز إكسبكتد هذا هو كان المتوقع هذا الداركورس شو داركورس بالعربيهات لنشوف الإحصان العامل المجهول العامل المجهول هذا في عليه علامة استفهام قد الدنيا صارت هلأ ما أخسر يا زلمي ما أبرحك فيه ما أدفيته في الـ UFC أصبر عليه شوي أصبر عليه شوف عمين صار فايز بعد الـ Contender Series قادزي عمر قازدييف أرمن بيتروزين محمود مورادوف مايكل أولانشيشك أبوس ماغوميدوف وهلأ بول كريغ ثلاث انتصالات في الثلاثة وعشرين أربع انتصالات في الثلاثة انتصالات في الثلاثة وعشرين وعن بلعب باستمرارية مرتين ثلاثة أربعة بالسنة هلأ فيه فيه يكون بطلق قدام فكرة هلأ حيتصنف حيصح الصباح لأي حالو مصنف يوم الثلاثة طيب خلصنا هيك من الإيبنت هاد يش أغلد أحكي فيها شوي أيو التي هي يا أخي جون جونس طالع في هالتويتر مبسوط على حاله عم بلعب لعبة هيك مع جمهوره مع الفانس تبعونه ما حدا شايف شو عم بلعب هاللعب الوسخة عم بلعب عم بحاول في طريقة في طريقة أو ما يرسم صورة إنه لازم هو ليثبت حاله يلعب ضد القوت لازم يلعب ضد أليكس بيهيرا هذا إشي أنا بشوف إنه جدا غيبي لأي واحد بفهم شوية أمامي أليكس بيهيرا حبيبي عبارة عن أحلى ماتشاب لجون جونس وبجوز أسهل ماتشاب لجون جونس وطوم أسبينال زابلينو طوم أسبينال اللي عنده حزام يا زلم عنده الحزام المؤقت لازم توحده الأحزمة وتحطه أسبينال ضد جونس دي 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 أو إذا ما بدكم تحطه أسبينال ضد جونس خلوا في رياح ما أسبينال دي دي أنت في عندك عدم فهم لوظيفة المقاتل سوري شو وظيفتك مان لو سمحت أنت فهمني شو وظيفتك أنت كمقاتل حبيبي شو وظيفتك حبيبي قليني أحكي شغلي بس ضروري أحكي شغلي لو واحد يبني لغسي شو لغسي يعني إرث إيش أسطورته قسطه أسطورته إرث واحد يبني إرثه في اليو أفسي مثل جون جونس لازم يقاتل أنت جعبني ألف أو بقى ألف أصعب قتال ممكن أن يقاتله أو أكبر نجومية أسهل نزال بأكتر فلوس هذه ليست أسطورة أسهل نزال بأكتر فلوس أقول لك لغسي ما تقول لي أسكيف لغسي وأسل لغسي لغسي تاتك إحشيها بحل ما الشمس ما بتطلعش حبيبي أنا سألتك سؤال عن لغسي جون جونس مش هم بدور شو معنا بس هو عم بيحكي العالم يحكي اللي بده إياه يحكي اللي بده إياه سكوير غاردن ثلاث مرات وطلت رباعة العالم مين هتبيع تذاكر أكتر جونس بيهيرا ولا جونس أسبنا جونس بيهيرا ما فيها أي نقاش مين أسهل لي مين أسهل لي أكيد بيهيرا أسهل لي من توم أسبنا واحد عنده صفر مصارعة والثاني مرعب ودبل السايز طب الأسايمنت واضحة الأسايمنت واضحة أنا بدي أسهل نزال بأكتر مصاري بس ما تيجي تضحك على الجمهور تبعك تحكي أنا لأبني الليجاسي تبعي لازم أقاتل أسهل هتذهب برش بأي جاك كونر ميجراجر قال لك أنا عشان أبني الليجاسي تبعتي بدي أروح ألعب ملاكمة مع فلويد مايويدر والحمير اللي بتابعه رياضتنا ستدقوه ولو رجع لك أنا بس فلويد مايويدر فلويد مايويدر صعب وممكن يفوز عليه إيه أكتر مما كونر يفوز عليه فها بتبديله الليجاسي عشان الليجاسي تبعتي إنت للليجاسي بدك تروح ضد واحد يكون أصعب عليك صعب عليك ما اللي قال لك أنا الليجاسي والليجاسي وراح قال لك فلويد مايويدر رجع على يوفسي لعب مع كاي بوي سيروني يا حبيبي كلمة لجاسي هاي هذول المقاتلين كلهم مع احترامي للجميع بيستخدموها لما لما الإشي هذا بفيده لما هذا الإشي لمصلحته مش لأنه هو فعلا بده يعني سؤال لما بتشوف مقاتلين عم بلعبوا مش على لقب والتينين بطلبوا خمس جولات ما بتحس إنه بدك تتف عليهم الجوز أه يعني أنت فلوسك حتزيد لأ طب أنت بدك يعني أعمل نفس الوظيفة وأخذ نفس الأجرة بس أعملها لوقت أكتر ليش لأنه احتمالاتك بجوز احتمالاته لا يفوز أكبر بجوك لتين بطلبوا 5 راونز اسمع هذا هاي خلينا نقول نصيحة من أخوكم لأي مقاتل عم بسمعنا بالذات أنتو الصغار وظيفتك يا مقاتل إنك تلاقي أسهل نزال بأكتر كمية مصاري وتحكي للناس عن هذا حكي الحكي ما علي جمعه احكي زي ما بدك بس المهم إنك تلاقي نزالات سهلة فيها فلوس كيف دو يتطور طيبزا كل سهلة نزالات أحد الموت أنت بالآخر أنت اليوم عندك خيارات ما بين أليكس بيهيريرا وطم أسبنال مش يعني أوكي واحدة أسهل من الثاني بكتير بس برضو يعني مش مش راح يسبح أنت مع تحكي مع جماهينا المقاتلين جداد بكون لا تدوش على الحكي الفاضي نفس الشي find the best the easiest fight for the most money بين الخيارين إذا التنين هيتفعو لك نفس الشي خود الأسهل ابني اسمك ابني أسطورتك حوش مصرياتك ويحكي للناس عن الليجسيتاعتك هذا الحكي ما عليك طيب أنت انسى انسى كل هالحاكي مين حاب تشوف بريرا ولا أسبنال بريرا طبعا ما راح يخسر بقى الرامج I don't care طب ليش لك تشوفه لأنه انتريجينج أكتر كيف انتريجينج أكتر ستراكر زيرو زيرو جرابلينج زيرو رسلينج كيف انتريجينج أكتر بسرعة وأسهل كيف انتريجينج أكتر انتريجي أكتر ما يكون في شوية حماس مش عارو شو هيصير زي أسبنال إزعار كيف انتريجينج بس أنت متخيل أنه ممكن جون جونز يأكل كي او لا ممكن لا 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 it's possible هاي فيها احتمالية man يا الله بس أنا بخط حالي محل جونز مين هو هذا ضخم مصارع عنده لقب بخوف man طب كان ممكن جونز يأكل كي او من سنة القان ها حت سنة القان مع أليكس بريرا هاي حلوة سترايكر ضد سترايكر هاي حلوة جونز جونز أكتر مقاتل متكامل تحطه ضد أليكس بريرا لسه ما لعب الهفويت أصلا فلوس فلوس يا زلمة من ثاني من ثاني هاي كان بي بر فيو لا خلي كون صادق مع نفسك هاي شو بتبيع بي بر فيو هاي شو بتبيع بي بر فيو ما في أي مقالمة ما بعرف يا أخي لا لا لأنه عندك واحد ما أخذ حزام في الهفيويت والتاني ما عندوش هاي موضوع لا على الهفيويت حزام موضوع لا على الهفيويت ما بتختبر ما بتختبر لا بدل سلقان مرة لا فما بتختبر الهفيويت تبعك ضد أفضل مقاتل في تاريخ المنظمة أو في تاريخ الرياضة شو الجنون يا زلمي انت عم تطلع عليها من منطلق فان بده يشوف أحسن فايت بده نشوف أكيد أكيد وانا مستغرب انك انت قلت لي انه أكتر شي انتريجي كيف انتريجي يا زلمي انت بديت جملتك بجون جونز عم بيحكي بس أنا سألتك بعدين انت شو حاب تشوف أكتر قلت لي بريرة طبعا كيف يعني أنا بدي بريرة لأنه معاه حق اللي عم بحكي جون جونز الانترتينمنت فاكتر الانترتينجر فاكتر وبريرة فاكتر حيضلوا أكبر مع بريرة فيه إشي غير في بريرة هذا النجم يعني أحكي لك شغلة حبيب وكونر ولا حبيب لا وعطيك مين عندنا حدا كتير تكنيك الشاطر وشوي خطر على حبيب بلاش حبيب لأنه هذا مصيبة إسلاح لا لا إسلام ومين إسلام ومين برضو من ما بدك ضد كونر حتقول حطولوا إياه مع كونر حتى لو أنت عرف أنه حيفوز عليه لا لأنه سوبرستار لا هيك نفس الشي لا أكيد هل تقولي إسلام ضد كونر أو تقولي إسلام ضد شوكت ماذا إسلام ضد شوكت إسلام ضد كونر ولا إسلام ضد أرمن شوكت أرمن لا أرمن شفناه شوكت إسلام ضد أرمن ولا إسلام ضد كونر ما شفناه إسلام و أرمن دك حدا ما شفناه نمبر تو لا إسلام ضد أرمن أكيد أكثر من إسلام ضد كونر مئة بالمئة مان مية بمية مان اسلام بيأكله لكونر مش مشكلة هذا اللي بدنا نشوفه لا مشكلة بان طاري مشكلة هذا اللي بدنا نشوفه فأنت بدك جونز يأكل أبريرا آه مام بدي أشوف حدا يدمر أشوف حدا يدمر البعبع ما هدو سان يدمر البعبع هدو سان يدمر البعبع مرة زبطت معه طيب كمان نيمه جونز بدوش تليه مويز بدي أشوفها يا أخي بدي أشوفها أنا بدي أشوف قبل ما يتقعد جونز جونز بدي أشوف جونز واسبينال يعني جونز وقانو جونز وقانو ما شفناها راحت علينا كمان تروح علينا اسبينال وانت جاي أنت تخربها كمان تأكيد أبدأ شوف بريرا أكثر من اسبينال والله جنيت أنت أنت فان بوي أنت مش محلل ولا متعمق بالرياضة أنت زرما بس فان بوي آآ آآ بهاي فان بوي أكيد وانا ما بدي أشوف جونز يخسر وبالذات ما بدي أشوفه يخسر من اسبينال ما لأنه هذا جون جونز ما ما بدي أشوفه يخسر من اسبينال مين هذا اسبينال اللي يجي يدمر أحسن وأقوى أسطورة في تاريخ رياضتنا لو كان يجرمه نص مصيبة ما بدي أشوفه يخسر ما أعتقد أنت بدك يدل يفوز على الناس أكيد يفوز أنا بدي أهي يعتزل أنا بدي أهي يعتزل أنا كنت بدي أهي يعمل اللي هو كان بده يعمله كان بده ألعاب مع ستيبي أعظم مقاتل في فئة الوزن الثقيل في تاريخ المنظمة ويعتزل هذا هو اللي كان بده أياه خلاص ستيبي بدي رحي تخلق كمان شوية بعكازة على الحلبة فاهم عليك بس أنا كنت بدي جونز يعمل خط جونز أخلص على سيرل ألعب مع ستيبي أعتزل أسبنا الخطر عليه لازم يلعب مع أسبنا ليش لحط علىك محله ليش لأنه هدي ويت لأنه واحد ليش لأنه هذا الصح عندك هذا واحد عنده الحزام والثاني عنده الحزام مؤقت لازم توحده خلصنا لازم توحده بهاي أنا أتفع معك تخيل أسبنا ليلعب على اللقب المؤقت كما مر هاي بتكون مصيبة ما هيك عم بيحكو هاي ولا عمرة صارت ما بتتفع معك أنا حكيت آخر علاقة اسحبوها من جونز بسحبوها من جونز عطوه لأسبنال وقتها بيجي جونز بيحكي تعال تعال ها بيبدأ لها مع أسبنا اه اه قلت لك ياها آخر مرة غير هيك مش حتجيبه أما لو يجوا هلأ يعطوا بريرا فرصة على اللقب مش على اللقب المؤقت على اللقب ويفشوا أسبنال أنا كمية احترامي للمنظمة بتنزل بيعني بطريقة ما رح أسكت شفيق شفيق يا راجل شفيق يا راجل هاي يكون خرب وخرب لا هاي ما بتسير عملوها لقب مؤقت على إنقال وبعد ثلاثة شهر آه آه بس في واحد موجود جاهز عنده المؤقت ما فيك نقط فوق ما فيك بيعملوا أبوها كمان بيعملوا أبوها كمان وانت عارف هذا الحكي طيب بشي حدا غير جون جونز أنا عم بيحكي لا بضاقس بنون أنا متأكد أنا متأكد اليو أفسي يحاولوا يعملوها عشان هتميك سنس وبتبيع وبإنجلند وإنجلند ماتشستر جاي هايها ما رحي ما بدو ما حكون جاهز ما حكون جاهز لماتشستر ما حكون جاهز أنيوي خلصنا الحلقة هيك خلصنا الحلقة وشمطنا واحدة أوترو من عندك شباب وصبايا أعطيكم ألف حافية عذرونوا على آخر هيك عشر دراية رفعنا صوتنا شوي لا تنسوا طبعا تعملوا سبسكرايب لا ستارس بلاي إذا حابين تحضروا كل حدات اليو أف سي المرقمة وغير المرقمة حصريا على منصة ستارس بلاي سبورت وستعملوا كود أوشي أمامي 30 عشان يجيكم دسكاونت خاصة 30 بالمية على اشتراك السنوي وطبعا لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو هذا بس لايك كيف تقلوا لايك كتير بتساعدونا بها اللايك هاي ويعطيكم العافية ونشوفكم يوم الخميس الجاي سلامة بي اشتركوا في القناة